أيضا نبقى بأسبوع الوطني للمرأة الشادية حيث شهدت منطقة تماني بإقليم حجر لميسة مناسبة الاحتفال بهذه الذكرى الذكرى الأسبوع الوطني للمرأة الشادية وسط حضور من المسؤولين الإدارين والتقليدين بماني تقريب زميل محمد حسن أدم على غرار مدن وأقاليم البلاد فقد انطلقت نشاطات وفعاليات الأسبوع الوطني للمرأة الشادية دورة العام 2017 بمركز إداري ماني بإقليم حجر لميسة وذلك تحت شعار احترام حقوق المرأة والتحديات التنمية المستدامة حيث استهلت المناسبة بكلمة ترحيبية لرئيسة اللجنة المنظمة للحفل باب سلطان إبراهيم وطلته كلمة منضوب وزارة العمل الاجتماعي وحماية الطفل والتضامن الوطني أبدالله جوغو الذي أشار في حديثه إلى أهمية مشاركة المرأة في المحافل والمجالات الخدمية من عجل بلوغ أهداف التنمية الشاملة وكذا البحث عن الصبل والوسائل التي تمحد الطريقة لتحقيق الرفاهية الاجتماعية للأسر الجادية لا سيما المرأة الريفية محافظ مقاتعة هراز البيار حسين آدم مرسال من ناحيته فقد أكد بأن شعار الأسبوع الوطني لهذا العام يطابق مع سياسة الحكومة الرامية إلى مكافهة العنف الممارس ضد الجنس وزواج القصر فضلاً عن تعليم البنات وفتح فرص العمل أمامهن كما طلب من أبناء الإقليم الاستفادة من البرامج والأعمال التي سيتم تنفيذها خلال فعاليات هذا الأسبوع ونشير بأن فعاليات الأسبوع الوطني ستتخلى لها عدة نشاطات المحاضرات والنضوات ودروس تقوية إلى جانب معارض ودور كرة القدم للنساء وستستمر حتى تاريخ السامن من مارس الجاري وهو تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ترجمة نانسي قنقر